السلام عليكم ازايكم يا حبيبي النهاردة معنا درس جديد من دروس الجروشية زي ما تشايفين كده بورتوفيه شكله جميل جدا هو حجمه صغير شوية سنت تقدر تعمليه في اي مقاسي انت تحبيه وحابق اشرح لك ازاي تعمليه يعني وبسيط جدا وسهل وزي ما تشايفين اهو واسع كده من جوه وشكله حل طبعا الزينة والحاجات دي انت يعني حسب اختياري النهاردة الدرس بتاعنا هيبقى بسيط جدا والبرتوفيه ده انسيت اقولكو بس انه اخد مني حوالي 150 جرام من خط السلسلة يعني هي الشلة 200 جرام انا فضل من الشلة يعني الحجم ده يعني حوالي 50 جرام يعني اخد مني 150 جرام البرتوفيه ده لو هتعمليه اكبر من كده ممكن ياخد منك 200 جرام 250 جرام طيب يلا بنا نبدأ الشرح على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم هعمل عقدة البداية واي عدد من الغراز بس انا هنا لو هعمل على نفس المقاس ده هعمل عشرين سلسلة لو حب تكبري انت زودي في عدد السلسل حسب اللي انت عايزها يعني ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعة تاشر خمسة ستة سبعة تاشر تمنتاشر تسعة تاشر عشرين غرزة سلسلة بالشكل ده هفوت اول سلسلة هدخل في السلسلة التانية وحعمل غرزة حشب بس مش هعملها الغرزة العادية اللي احنا منلف كده يعني احنا دايما لما منعمل غرزة حشب نمسيكها كده يعني نسحبها ومنعمل الغرزة الحشب العادية لا انا عايز اعمل بطريقة تانية هدخل الابرة وبدل ما اسحب كده انا هسحبها من من تحت الابرة بالشكل ده واطلع من الحلقتين تاني هدخل الابرة في السلسلة كده في الغرزة وهخلي الابرة من فوق الخيط كده واسحب واعمل غرزة نص عمود هتبقى عندي بشكل مختلف اللي هو زي ما تشايفينه كده عامل زي شكل كده هدخل وحعمل اهو هي الغرزة بتاعتنا النهارده البرتوفاق بتاعنا سهل جدا بغرزة الحشب بالطريقة دي هي سهلة سهلة هم حاجة انك تاخد بالك انه ايه الابرة تبقى فوق الخيط مش تحت الخيط ونسحب لا فوق الخيط واسحب بالشكل ده اهو هدخل وانت لما تشتغلي ايدك هتاخد بسرعة يعني على الابرة على الابرة كده وتبقى ثلثة معاكي بالشكل ده اهو هاكمل السطر وارجعلكم تاني تلع معايا بالشكل ده اهو شايفين الغرزة شوية مختلفة الغرزة الغرزة الحشب مختلفة شوية دلوقتي احنا عادة من ارتفع سلسلة لا انا مش عايزة ارتفع سلسلة عشان مش عايزة فراغات خالص في الاجناب عشان لما اجي هقفل هيبقى شكلها حلو كده بالشكل ده بصوا بالشكل ده من غير ولا اي فراغ هدير الشغل على طول كده من غير ما ارتفع سلسلة هدخل هنا في اول غرزة اهو وما ننساش ان احنا الابرة فوق الخيط كده بالشكل ده واعمل غرزة حشب هكمل كل الغرز بتاعتي بنفس الطريقة وكل سطر انا هرتفع به مش هعمل سلسلة خالص هدخل في غرزة الحشب على طول عشان ما يبقاش عندي فراغات اهو شايفة هنا في الزاوية ما فيش فراغ لو فيه احنا عملنا سلسلة ممكن يبقى لي هنا عندي فراغ وانا مش عايزة عشان لما انا اخلص البرتوفي ده يبقى شكله جميل ومتناسب كده ومن غير فراغات خالص وخصوصا انه الخط يعني تخين شوية فالفراغات فالفراغات تبقى باين جامد فانا شفت الطريقة دي مناسبة جدا انه احنا نعملها وخصوصا في غرزة الحشب انا هعمل معاكو كمان برتوفي او شنطة ان شاء الله شنطة بغرزة الحشب بس بطريقة مختلفة برضو استنوني ان شاء الله بالفيديو جديد يعني بالشكل ده الغرزة سهلة جدا هو بس انه الخيط بدل ما نعمله من تحت كده لا هنعمله من فوق كده ونسحب الخيط بالشكل ده ما ننساش كمان اخر غرزة نطلع من الحلقتين كده ونسحب زي ما قلنا من فوق الخيط ونطلع من الحلقتين بالشكل ده برضو هدير الشغ وادخل في اول غرزة من غير ارتفاع خالص ماشي لو هنعمل الارتفاع زي ما انا قلتلكو حيبقى عندك فراغات حيبقى شكلها مش حل ورزة سهلة جدا زي ما نشايفين مش هياخد معكم وقت ولما اهو بصوا بالشكل ده انا دلوقتي هطلع السطور اللي انا عايزاها لغاية الطول اللي انا عايزاها وحنبقى نقيس بالسنتيمتر يعني كم طول وكم عرضه هخلص وارجعلكو تاني زي ما شايفين دي القطع اللي معايا شكلها جميل لانه غرزة زي ما احنا كنا شايفين يعني الفيديو من بدايته الغرزة كانت غرزة حشو بس بطريقة شوية مختلفة ودي ودي شكلها هتبقى كده بالشكل ده بس من هنا هنعمل لها دوران اوكي يعني ده شكل اللي هيكون شكل البوك او الشنطة الصغيرة كده وحنحط لها بالاخر افل وكده طيق خلينا نكمل اه قبل ما اكمل هنشوف القطعة طولها كام الطول بتاعها حوالي 26 سنتيمتر ماشي والعرض بتاعها حوالي 16 سنتيمتر يعني 16 العرض والطول 26 سنتيمتر طبعا زي ما احنا قلنا زي ما قلنا احنا ما تتقيديش يعني بالمقاس ده انت تقدري تعرضي البرتوفي او الشنطة الصغيرة دي ممكن تكبريها يعني حجم اكبر بعدد السلاسل طبعا عدد السلاسل ما فيش لا زوجي ولا فردي ولا اي حاجة لان هي اساسا غرزة حشو بس بطريقة شوية مختلفة زي ما احنا تعلمناها في بداية الفيديو دلوقتي حاجة هعمل انا لجناب الجنب ده ومن تحت السطر اللي تحت والجنب اللي قصاده هعمل عليهم غرزة حشو اوكي يلا انا هنا لا هطلع ولا مش هطلع لا غرزة سنسلة ولا اي حاجة هخش على طول في الغرزة كده واسحب بنفس الطريقة اللي انا كنت اسحب فيها غرزة الحشو يعني اهو احنا دخلنا الابرة كده احنا لما كنا نعمل غرزة الحشو احنا زي ما قلنا كنا نعملها عادي كده بس لأ المرة دي هجيب الابرة من فوق الخيط بالشكل ده هسحب واعمل غرزة حشو بكل غرزة هتقابلني اهو هسحب واعمل غرزة حشو بالشكل ده اهو هكمل كل السطر ده لغاية ما اوصل هنا وهنا في الزاوية هعمل ثلاثة غرزة حشو بس انا هوصل معكم هكمل انا السطر ولما اوصل هنا هنشوف ازاي هنعمل الثلاثة غرزة حشو زي ما انتشايفين ده السطر للحشو زبط الشغل ازاي يعني شوف الناحية التانية لسه مش عاملها فبين لسه فيها التعوجات دي وهنا بصوا بشكلها بقى جميل ازاي احنا هنا وصلنا للزاوية وزي ما قلنا الزاوية دي اهو انا حوصل هنا اول الغرزة وحسحب واعمل ثلاثة غرزة حشو في نفس المكان عشان تديني شكل الدوران الجميل بالشكل ده وحكمل بقية الغرز اهو هدخل في كل غرزة وعمل غرزة حشو بالشكل ده كده هكمل السطر لغاية ما اوصل للزاوية الثانية زي ما تشايفين انا وصلت هنا للزاوية الثانية اهي الزاوية بصوا عملت دوران جميل جدا بالشكل ده ونفس الزاوية هنا اهو هعمل برضو ثلاث قرس حشو ادي واحد هاخد الخيط معايا كده اثنين ثلاث هكمل تاني بالشكل ده ادخل في كل غرزة واكمل غرز حشو بالطريقة دي زي ما تشايفين ادي الزاوية ههو هكمل غرز حشو هنا لغاية ما اوصل لاخر السطر هنا زي ما تشايفين اهو عملت الناحية التانية بقى شكل بالشكل ده واحنا زي ما قلنا احنا هنعمله كده بالشكل ده بس طبعا اهو هيتركب له من هنا اه هنشوف في الاخر هنركب يا مغناطيس يا اه 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 هنشوف مع بعض طيب دلوقتي احنا هنقيس كده احنا عايزين قد ايه كده هناخد كمان حتى كده بالشكل ده يعني انت هتشوف بالنظر انت حسب اللي انت عايز ايه يعني انا كده اشايف ها مناسب جدا هامل هامل اهو هدخل في الغرزة المقابل ليها اهو هدخل انا مش هدخل في الحلقتين لا هدخل في الحلقة الخلفية هسحب واعمل منزل هدخل هدخل الغرزة اللي بعديها اهو بالشكل ده واخد المقابل ليها واسحب واعمل منزل بالشكل ده بالشكل ده اهو كده يعني هاخد هنا الحلقة الامامية مع الحلقة الخلفية من الناحية التانية واسحب واعمل بالشكل ده لغاية ما اوصل لاخر السطر زي ما شايفين اهو بالشكل ده ولو قلبناها هتدينا اهو الشكل ده اوكي دلوقتي الخيط ده حاب اقص الخيط وطبعاً طرف الخيط هنحرقه بالولاعة بالشكل ده وحنعمل نفس الحاجة مع الناحية التانية وطبعاً قبل ما نقفل الناحية التانية هنضف الخيط كده اول بول هتخش كده بين الغرز ونخفل الخيط ونخفل الخيط عشان يبقى شغلنا نضيف كده وجميل يعني بالشكل ده دلوقتي هنقفل الناحية التانية كده هنساوي الخط بتاع الشنطة كده او البرتفاع كده وحنشوف الزاوية المقابل لها هدخل البر هنا في الزاوية كده بالشكل ده وهي اهو في الغرز دي هسحب الخيط بتاعي كده هعمل زي ما عملت الناحية التانية هدخل بكل غرزة مقابل لها يعني هدخل هنا بنفس المكان التاني عشان نأمن الشغ اسحب وعمل راحت فين هعمل غرزة منزلك بالشكل ده اهو هاخد هنا الاول حلقة الامامية مع الحلقة الخلفية من الناحية التانية اسحب وعمل منزل بالشكل ده لغاية ما اخلص كل السطر بتاعي هكمل لغاية اخر السطر وبعدين هنشوف هنركب مع بعض القفل او المغناطير زي ما شايفين انا اهو عملنا الناحية الثانية ونظفنا مفيش ولا اي خيوط ولا اي حاجة دلوقتي هنقلبو هنقلبو بالشكل ده اهو كده بالشكل ده دلوقتي انا عندي اختيارين اعمل او احط اف او احط المغناطيس لو هحط المغناطيس هحط هنا من الناحية دي طبعا مش اللون البني هناخد لون الاسويت كده هتخيطي هنا وتخيطي الناحية التانية كده ويقفل معاك كده بالشكل ده بس انا حب السراح هحط القفل هحط القفل ده انا معي اختيارات يعني الالوان كلها هتليق عليه يعني اي لون هحط هيليق عليه بس انا هاختار النهار ده الده بس هنحط كمان الايد الدراع الصغير ده من هنا هنشبكو عشان هنشوف ازاي نركب القفل هو سهل جدا انت بتفتح الفتحات دي وحتشوف هنا المنتصف يعني هتحاول اي تجيبي المنتصف هنا كده يعني بالشكل ده هنعد هنا كم غرزة يعني واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ست سبعة تمانية لو عدينا هنا النحية التانية واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ست سبعة تمانية يبقى هنا ده كده مناسب ليه جدا وهو بيتفتح بالشكل ده بسهولة يعني بيتفتح بسهولة اهو هتحطي كده بالشكل ده هنعد تاني واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ست سبعة تمانية اهو كده وحنضغط عليه تضغط عليه كويس كده جدا هتجيبي الناحية التانية هتقفلها كده عشان نعرف ازاي هنحطها من الناحية هنا هو هيجي على طول لوحده كده هندخله دلوقتي هنفكه هندخله اهو بيدخل بين الغرز مفيش مشاكل اهو هتنيل ورا بالشكل ده كده بيثبت معايا بالشكل ده يعني لو جينا نقفله اهو بالشكل ده وطبعا الدراع زي ما تشايفين كده بالشكل ده وراكبت الدراع بتاعه اهو لو فتحناها اهو بالشكل ده زي ما قلتلك لو انت كنت حابة تحط البطانة كنت تحطيها قبل ما نخيط الجناب ماشي ويعني وتحطي البطانة عادي مسيح مش محتاج البطانة لانه بص الغرزة متماسكة جدا زي ما شايفين اهو لو حابة تحطي تزاودي اكسسورات تانية على البورتوفي او الشنطة الصغيرة دي تقدر تزيدي يعني تحط اللي انت عاوزها واتمنى يكون الفيديو عجبكم كان سهل عليكم وان شاء الله يعني حتشوفوني فيديوهات جديدة تانية حنعملها مع بعض وحاجات كتيرة ولو حابين تسألوا اي سؤال حرجع اقول تاني اليوتيوب للاسف قفل التعليقات انا عب حاول افتحها بس ان شاء الله ان شاء الله هفتحها يعني قريب ولغاية ما افتحها انت تقدر تتواصلي معايا على الفيسبوك على صفحتي او على انستجرام ححطي الروس وانضيوق الوصف واتمنى تشتركوا في القناة وتدوسوا على زر الاشتراك بالزرار الاحمر وكمان هيتعليق جرس اضغطي على الكل عشان يوصال الكل جديد احنا بننزله وكمان اتمنى منكم لايك وشير للفيديو وشكرا لمتوعدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته